الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالبين إن الله فانق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لا لكم الله فأنا توفقون فانق الإصباح وجاعلوا الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والباحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حعبا متراكبا ومن النقل من طلعها قنوان دالية ومن النقل من طلعها قنوان دالية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بلين وبناس بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وديع السماوات ولب عما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير الله ربكم لا إله إلا هو الله ربكم لا إله إلا هو الله ربكم لا إله إلا هو اللوه هكبر موسيقى 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 وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرف عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقتروا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طويانهم يعمهون شكرا Thank you شكرا